غني بالالياف اللي بحاجتها جسمنا والحديد لانه مقوي من مقويات الدم والكبريت الطبيعي مو بالفيتامين هذا شيء موجود وايضا من فيتامين سي في فصل الشتاء كلهاتنا بنفلوز وبتجينا العدوى فبالتالي بخفض الحرارة وايضا وجبة غذائية متكاملة ايضا للتنحيب فوائده جدا عظيمة اذا التزمنا بكلمتين نفهمهم الان كلمتين والله اللي تتناول سلطة الملفوف عمره ما بيكون عندها سمنة بلاش نقطع الملفوف اللي هو الكرومبو من اسماء اللهانة انتبهوا بالاردون اسمه الملفوف الكرومبو اللحانة من اسمه ايضا سلطة الملفوف سلطة رائعة جدا اذا قطعناها او بالعربي اذا فرمناها وضعنا معها القليل من الجزر والقليل من اللبن ونخفف من تناول الخبز وهذه تكون وجبة اخر النهار هذه للتنحيب ايضا خصائصها العلاجية انها بتفيد مرضى السكري وبتخفض السكري والملفوف اللي من اسماء اللهانة والكرومب بيخفض السكر لانه في انسولين رباني طبيعي خذوا عاد شوفوا حسن خليفة يمزح ولا يحكي جد علاج بين ايديك وربنا خلقه موجود هذه بالاوراق الملفوف منها الاخضر والاصفر والاحمر والله فيها انسولين طبيعي بتخفض السكر وضد الاورام وحتى مفيدة للرجال اللي عندهم مشاكل لبروستاتا فوائدها حتى بتقلل من دهون الجسم ومفيدة فائدة عظيمة للي بدهم يتبعوا الرجيم الطبيعي فقط يا اخي تغدى اللي بدك اياه تغدى لكن العشاء مهم اللي تقول انا قاعد انفخ والله العظيم محرومة وما اتعشها انت مجنونة اذا بتكيش تكوني مجنونة اتعشي سلطة الملفوف ضروري شوفوا شهر رمضان انجوع طول النهار ونيجي نفطر خمس دقائق عشر دقائق بعد الفطور ننعس وصيبنا خمول وبدنا ننام لانه الدورة الدموية كلها تنزل للجهاز الهضمي وللمعدة فانت في الايام اللي بدك تعمل فيها رجيم اذا ما تعشيت وين الدورة الدموية نزلت للجهاز للجهاز الهضمي فبالتالي بصير فيه كسل بالامعاء ما شغلت المعدة حتى تعشها مرتين ما عندك مشكلة العشها مرتين وانا اتراهن انا وياكم انه بنزل وزنكم ولا لا انا احب الاكل يلا اعزموني هلا اجاكل معاكم لكن هاي جسمي لا عندي كرش مستوى جسمي ما شاء الله متناسق مع طولي مثلا لكن نعرف شو ناكل الخبز خفيف الرز خفيف خفيف نتغدى الرز كل اللي انتو عاوزينه فبالتالي بنستفيد لاجدادكم زمان كان الملفوف لما يتناولوا ويطرد ويعطوها وصفات لطرد الديدان وبيخلصنا من سوائل الجسم السوائل المحتبسة بالركب وبالايدين وبتحس انه هون في عندك سوائل وايديك كلها مثل المية تتحرك تناول الملفوف سلطة الملفوف او اوراق الملفوف فبالتالي بتشوفي انه قضى على جديدان وايضا تخلصنا من الماء المحتبس في الجسم خصوصا النساء اللي بتظل واقفة ورجلها تكون هيك تنفخ فبالتالي بنستفيد باذن الله سبحانه وتعالى ايضا كانوا يوسفوه للي عندهم الرعشة الرجفان داما يرجف فبالتالي اذا بفيدنا باذن الله سبحانه وتعالى ايضا كانوا ياخذوا اوراق الملفوف ولفوها اذا كان عندهم طفح جلدي كانوا يسخنوها شوية على النار ما كانش غاز مثل ايامكم كان فحم وحطب وببور اللي يدقوه ويولع تعرفوه فبالتالي كانوا يدفوه ويحطوه على المنطقة اللي فيها طفح جلدي ايضا كانوا يستخدموا يفرموه ويعملوه على شاش ويحطوه على حب الشباب والله انهم كانوا يستفيدوا منه وجب غذائية حتى للذاكرة حتى ضد الشيخوخة هذا الملفوف يا سلام والله هذا القليل اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد اشتركوا في القناة شكرا